نروح بقى ننتقل سريعا لأخبار النادي الأهلي نبدأ بكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي بيجري اجتماع خلال الأيام الماضية علشان اقتراح لائحة جديدة مخصصة لكأس العالم للأندية اللي جاية الهدف من الاهلي ايه في اللائحة دي ان النادي الأهلي عايز يضع مكافئات مالية أكبر ليه؟ علشان يحفز اللعيبة علشان يوصلوا للنهائي لأول مرة في التاريخ احنا عارفين النادي الأهلي يعني أقصى حاجة وصل لها في كأس العالم للأندية كان المركز الثالث لسا نكملين مع النادي الأهلي النادي الأهلي بيقرر ان هو يعدل العقد بتاع كابتن محمد شناوي حارس ماروان تخب او فريق النادي الأهلي يعدل التعاقد بتاعه ليه علشان كابتن شناوي رفض عرض مغري جدا وصل ليه اللاعب في القام اللي فات الدين اللاعب طبعا يعني هواه أهلاوي بينتمي قلبا وقالبا ليه رفض تماما العرض وعايز لكم هو يعني عرض مغري جدا من أحد الأندية العربية احنا متكلم تقريبا مش عارف أقول دا ولا لا بس هوت احنا متكلم تقريبا 60 مليون في أربع شهور فهو يعني أكيد أكيد عرض مغري وأكيد اللاعب اللي يرفض حاجة زي كده عشان النادي الأهلي نادي الأهلي عايز يقدر اللاعب علاية حال علشان كده نادي الأهلي بيقرر أنه هو يعدل العقد بتاع محمد الشناوي وفيه بند كده بيتم تفعيل اللائح علشان نعدل من العقد بتاع نادي بتاع محمد الشناوي قبل طبعا استفروا قبل المشاركة في كأس العالم في الأندية في المغرب طيب خلصنا أخبار نادي الزماني خلصنا أخبار نادي الأهلي اشتركوا في القناة